أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني أثنينهم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العلي العظيم من أول سورة التوبة هذه السورة التي تسمى بالسورة الغاضبة وتسمى بسورة براءة تحددت العلاقات كما قلنا سابقا تحددت العلاقات بين الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وبين المشركين من جهة وبين اليهود من جهة والمسلمين وبين النصارى والمسلمين هذا انتهينا منه في الليلة الماضية من هذه الليلة وإلى تقريبا أواخر سورة براءة سورة التوبة معالجة لقضية داخلية في جسم المسلمين مو خارجية خارجية معلومة العدو واضح المشركون يهجمون على رسول الله وعلى المسلمين والمسلمون يدافعون هذه واضحة اليهود عندهم مؤامرات وانتهت كثيرة من هذه المؤامرات في خيبر وفي غير خيبر وانتهى تقريبا اللي صارت معاهدات بينهم وبين المسلمين بقيت المشكلة العويصة المشكلة التي يوميا تنخر في جسم المسلمين وهي مشكلة النفاق النفاق واضح معناه يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر في الظاهر صاروا مسلمين دول المنافقين منهم هل هم من أهل المدينة من أهل مكة من الأعراب حول المدينة سنقرأ هوايا أكو حشي في هذه الآيات من كل هذه المناطق كانوا منافقين في المدينة من أول دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة برزت مشكلة النفاق وكما تقول سيداتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها حسيكة أتصور حسيكة النفاق ها أحسنتم هذا كان موجود في المدينة مكة شنو المكة مشركين بعد فتح مكة عشرات الآلاف أو الألوف من العرب في مكة وحول مكة وعشائر وقبال من هنا وهناك صاروا مسلمين أظهروا الإسلام لأن الإسلام منتصر وعادة المنتصر يلتفون حوله بعضهم جايين حقيقة مؤمنين وهم القلة وبعضهم جايين خوفا أو طمعا أو تخطيطا للمستقبل أكو مشكلة ثانية وهي أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر أن يقاتل هؤلاء ليش وإذا انتهى هذا عدو قتلة لا لأن الذي يظهر الإسلام بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله دمه يحقن عرضه لا ينتهك له ما لنا وعليه ما علينا هذا قانون بعد وهذا القانون ساري إلى الآن في كل المجتمعات في كل شكل حتى الدول حتى الحكومات ما يجي ينبش في قلبي أنا أحب هاي الدولة ما أحب هاي الدولة ما لشغل في هذا الشيء المهم تمشي على القانون القانون هذا الساري إذا تقبله خلص بعد هكذا ولكن المشكلة الأساسية أنه هذول كانوا في مسجد رسول الله يحضرون بعض الأوقات ويبثون سمومهم في داخل المؤمنين المخلصين المخلص على قسمين قسم جدا مخلص هم القلة عادة متيقن بالإسلام معتقد بالرسول مؤمن بالآخرة مؤمن بالجنة بعضهم مهاء توهم جايين يعني فيؤثرون فيه هذه من ناحية من ناحية في الحروب تجهز جيوش طوعية إلى حرب إلى غزوة إلى دفاع هذا المنافق يشترك لماذا يشترك لأن إذا ما اشترك ينبذ في المجتمع لأن قلت لكم البارحة الجيش الإسلامي جيش تطوعي مو جيش في معسكرات قاعدين ولابسين زيهم العسكري وإذا يأخذون رواتب وبس يجير شيء يصير نفير عام لا بالبيوت بالتجارة بالدكاكين بالمزارع يأتي النداء من رسول الله أكو ناس لا يهجمون علينا تعالوا يجون فهي ذو لم يجون ففي خضم المعركة الحاسمة هنا مشكلة النفاق تزداد وطيرتها ليش لأنه حرب الآن وبالفعل صار هذا الشيء أتصور في أحد صار في بالي في أحد ذول المنافقين تركوا رسول الله وصارت بلبلة يعني النوع من الانقلاب الداخلي صار في جيش رسول الله وكثير من الناس راحوا وراهم والنبي وق وق وحد أو مع ثلة مؤمنة مع قضايا كثيرة صايرة هذه المشاكل كانت تحدث خب هذه كمقدمة المقدمة الثانية هاي الآيات شوكت نازلة قلنا في السنة التاسعة للهجرة اكو غزوة البارحة سميتها غزوة مؤتة هاي التي استشهد فيها جعفر ابن ابي طالب سلام الله عليه اكو غزوة ثانية تسمى غزوة تبوك ايضا من الروم بعد ما هدأت الامور بعد فتح مكة واستقر الامر في المدينة التجار كانوا يجيون يجيون بضائح منين يجيون من اليمن من الشام هاي كانت العادة التجارية موجود القوافل التجارية فكانوا يجيون اخبار ايضا والرسول ايضا عنده عيون العيون لازم في الجيش يرحون يتحسسون شكوا ماكوا اجت الاخبار ان الروم وبزعامة هرقل او هرقل مجيش الاف الجنود للهجوم على المدينة مرة ثانية بعد مقتل بعد شهادة جعفة هذه ما لتبوك ذي شنو مؤتة النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم خطب خطبة انه كل مرة عندما كانت تصير مشاكل النبي ميبث الاسرار الحربية يقول تجهزون ردي نروح مكان ما يقول شي حتى الاخبار متوصل للأعداء هالمرة لا جمعهم وقال انه هشكل صاير ليش لان قضية جدا كبيرة اليوم شفت في الجغرافية الفاصل بين المدينة وبين تبوك 610 كيلو مترات المسلمون وين رايحين للغزوات غزوة بدر بدر وين صاير يعني قريبة من المدينة خندق خندق بالمدينة صار يعني الجيش اجي المشركون جابوا جيشهم قريب المدينة والنبي سوى شنو سوى خندق بمشورة سلمان المحمدي او الفارسي هناك صارت المعركة وبطلوا هذه المعركة امير المؤمنين علي ومهبي طالب واضح هذا اما يرحون يسافرون 610 كيلو مترات وكان الوقت حر ايضا حر المدينة حر الجزيرة العربية موت وتوهم جايين من فتح مكة والطائف تعبانين مزارعهم متوقفة تجارتهم متوقفة يعني قضايا كثيرة صارت والمنافقين هنا نشووا بثوا سمومهم في خلال نفوس المؤمنين ايضا واثروا عليهم اثروا اكو كلمة لان نقره سماعون سماعون يعني كانوا يسمعون من المنافقين ويأثر بهم بشر بعد بشر فنزلت هذه الآيات قبل غزوة تبوك طبعا غزوة تبوك ما حدثت لأن النبي جاب الجيه راح الروم شردو هذه التفاصيل تاريخية ما علينا بالآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلب النبي النفير العام بعدين يقول إلا تنفروا نفور يعني الذهاب إلى الجهاد يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما إلى تفسير يعني عذاب دنيوي وعذاب أخروي عذاب الدنيوي يعني شنو يعني يروم يحجمون عليكم يعذبوكم عذابا أليما يسيطرون على المدينة ويقتلون الرسول لا سمح الله والمعنى الثاني يعذبكم عذابا أليما في الآخرة لأن هذا واجب الجهاد واجب وإنتوا لاتفكروا بس أنتوا أكوا الله عند خزان من البشر ويستبدل قوما غيركم بعض المفسرين يقولون الأهل اليمن توهم صارين مسلمين راح يجون ولا تضره شيئا وحن يقدر يضر الله ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير هم تهديد وهم تلبء للمستقبل أنا عندي ناس تردير والكم يجيتوا لكم زيان ما يجيتوا أكو ناس هنا لا يحتاج إلى مثال قبل أن نمثل ونقرأ هذه الآية التي بها عركة كبيرة بين السنة والشيحة حول هذه الآية آية الغار يسموها آية الغار غار الثور قبل أن نقرأ هذه الآية أقدم مقدمة ثانية أنا دائما أقدم مقدمات لفهم الآية يا رب العالمين أنت اللي تقدر تجيب طير تأمره أن يبيض على بوابة غار الثور وتأمر العنكبوت يجي يسوي خيوطه على باب الغار وذولاك اللي جايين من مكة عدهم واحد يعرف أثر الأقدام عالم بهالموضوع شاف آثار الأقدام للرسول ومعه شخص جايين واصلين إلى هذا الغار بعدين قلل لهم هذا اللي عالم بالآثار قلل لهم له هذالي طايرين للسماء له خاشين بالأرض ليش لأنه أكو طير هنا على البوابة بوابة الغار استوها بيض عندها وأكو عنكبوت يسوي خيوط فهذولا ما داخلين هنا لأن إذا داخلين لازم خيوط العنكبوت تخرب والبيض يتسك يتكسر فاشنون هذه معناته لو رايح للسماء لو رايح للأرض فأخلي نروح مكانة شافوا ماكو رجعوا إلى مكة هذه شنو كانت كانت معجزة خوب يا رب العالمين أريد أستشكل حتى أجاوب أو أستفهم يا رب العالمين أنت اللي تسوي معجزة وتقدر على كل شيء خدير وهو شنو قال والله على كل شيء قدير خوة سوي يقول ليه ذولا ليجون المنافقين ملائكة تيجي وتضرب الروم وتخلص لا الهدف هو أن يمتحن المؤمن ويصهر صهر هذا امتحان فتنة وإلا إذا كل شيء بالمعجزة أخو ما سوى نشيء المعجزة تأتي في نقطة الحالكة المصيرية الرسول أمر علي يمنى أبي طالب أن يبيت على فراشه لأن القوم اجتمعوا ومن كل قبيلة جاء مسلح معروفة القصة بعد ما أكرر يهجمون أربعين نفر على فراش الرسول يقتلونه وخلص وعليمنا بالطالب هادئ نايم هناك مشكل يجل الرسول وفي طريقه رأى أبا باكر وأخذه معه ذخو واللطيفة أنا شفت اليوم في الكتب أنه ما رحصه بطريق المدينة رحصه بجنوب مكة يعني إذا تريد تطلع من مكة تروح للمدينة فرضا شمال المدينة لازم تأخذ الآن ما أدري شمال أو شرق جنوب مكة مو طريق المدينة أصلا فأنت وين رايح بأمر من الله روح وين روح إلى غاري الثور إذا كل شيء بالمعجزة فأين الامتحى حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما يصير افتتال هذا الدرس الله على كل شيء قدير ولكن كل شيء بحساب في القضايا المصير يعني أنت تصور إذا هذا العنكبوت ما كان جاي وهذا الطير ما كان يسوي هال أفراخ مال وهذا الدليل كان واصل إلى الغار وين يرحون بعد داخل الغار يأخذون النبي يطلعوا يقتلوا أو يودوا إلى مكة معتقلوا تنتهي المشكلة ولكن هذه نقطة مصيرية يجب أن يتدخل السماء لازم تصير معجزة هنا بس مو كل وقت معجزة هذه مقدمة حتى واحد لا يستشكل ليش هنا صار غير هنا ما صار إلا لا تنصروا أنتو يا المنافقين ما تريدون تنصرون الرسول ما تجون إلى تبوك إلا تنصروا فقد نصره الله يذكرهم بحادثة حدثت شوكت قبل تسع سنوات هذه الآيات نازلة في السنة التاسعة قضية المبيت وغار ثور ليلة الهجرة أحسنتم فتسع سنوات يذكرهم تذكرون يوم الرسول راح في الغار شنو صار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا أخرجه هم كانوا يردون يقتلون الرسول ولكن نتيجة القضية شنو صارت نتيجة إخراج يعني ما قتل وخرج فبالنتيجة صار إخراج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني هو كان ثاني شخصين يعني هما اثنين نفريا بس لا جيش ويا لا أصحاب لا سلاح أي شي ما عندهم ثاني اثنين إذ هما في الغار يعني أيها المنافقون المتفاقلون الذين لا تأتون إلى حرب ولا تنفرون ديروا بالكم أكو قضية صائرة الله الله يقدر ينصر إذا يريد بالمعجزة بل لكن المعجزة لا تأتي كل وقت إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي هذا بعد واضح لما وصلوا إلى الغار وإجا العنكبوت سوى الغطاء وإجا الطير سوى بيض صار حس صوت صوت ممن من الذين عقبوا الرسول من مكة جايين مع هذا الدليل اللي يعرف آثار الأقدام وصلوا إلى باب الغار وهذا الدليل قال بعد خلص لهنا نواصلين لور رايحين للسماء خاشين في الأرض لأن الغار ما يصير واحد يدخله العنكبوت جاي هنا خاف أبو بكر وطبيعي بعد الخوف طبيعي إذ هما في الغار إذ يقول من يقول الرسول يقول إذ يقول لصاحبه كلمة صاحب موفد مفخر يعني صاحب لكل واحد اللي يصحب شخص يقولون صاحب إذ يقول لصاحبه يقول رسول الله لأبي بكر لا تحسن شبيك في الرواية شفت كان يرجف من الخوف وطبيعي بعد بشر نعذر يعني إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا هنا شنو صار أيضا شفت في الروايات ثلاثة يام بقوا هناك حتى الأمور تهدأ بعد تعقيب ما يصير جنود متجي من مكة محاولات تعقب ما يصير بالنتيجة وأيده إن الله معنا فأنزل الله سكينته سكينة من كلمة السكون سكون يعني الهدوء والإطمينان القلب فأنزل الله سكينته على منه على الرسول لأن الظمائر كلها ترجع إلى الرسول شوفوا يقول إذ يقول منه يقول الرسول لصاحبه ها منه الرسول لا تحسن إن الله معنا فأنزل الله سكينته اللغة العربية تقول إذا الظمائر إجت وراء بعض بعد متختلف يعني كلها ترجع إلى نفس الشخص اللي أول إجه فأنزل الله سكينته عليه يعني على الرسول وأيده الله أيد رسوله بجنود لم تروها إهدانا الروايات تدخل بعد يقول ملائكة أيضا أتت ملائكة ملائكة كانت إضافة على العنكبود وإضافة على الطير وإضافة على التحير اللي حدث عند الناس اللي جايين مع ذلك إجهوا ملائكة حتى إذا صار فتشي رأسا يقدمون فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى رجعوا هذول إلى مكة خائبين والكبار قريش ناطرين في الكعبة عند الكعبة في دار الندوة شنو صار قال والله رحنا وصلنا إلى آخر منطقة وما لقنا الرسول رح ما دل شنو صار إشلون رح رح وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اللطيف هنا لازم يقول وكلمة الله عطف على السابقة يقولون العلماء هنا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى توقف وكلمة الله نسموه جملة استنافية يعني ابتدائية يعني دائما كلمة الله هي العليا والله عزيز قدير يعني حكيم أيضا كل أعمالي بحكم طيب هذا شنو كان هاي الآية هذا مثال من قبل رب العالمين في هذه السورة المباركة اللي قلنا من الليلة كل إلى آخر السورة سورة التوبة كل حول المنافقين يعني أيها المنافقون أنتم لا تعجزون الله متجون أكو غناس غيركم متجون أسوي معجزة مثل ما سوينا في قضية الغار واضح يحتاج صلوات الله صلى الله أكو غيركم أكو غيركم بعدين مرة ثانية يتوجه إلى المسلمين انفرو لتقعدوا في المدينة أكو حرب أكو الروم دايجون حولكم اليوم شفت أنه هرقل أو هرقل أعطى رزق سنة لجنوده عالة يطون كل أسبوع كل شهر أعطاهم فلوس راتب سنة يعني شبعهم وأعطاهم أسلحة ومعدات حربية استعدوا للهجوم على المدينة يعني جيش جرار الأخبار وصلت للنبي أنه جيش ده يجي يحطمون المدينة يحتاج شنو يحتاج إنت المسلمين مسلمون إنت تروحوا لهم موت خلهم يجيون لأن إذا إجيوا خلاص بعد مدينة هي أزقة يعني شنو بيا كل المدينة مساحة المسجد النبوي الآن هي المدينة فيحتاج إلى نفير إنفروا يقول الله لمن للمسلمين اللي فيهم منافقون إنفروا خفافا وثقالا خفافا وثقالا وثقالا تقريبا عشر معانئة كلهم صحيحة يعني عدكم فلوس أنتوا ثقال يعني عدتم إمكانية ما عدكم فلوس خفاف عدكم عيال أنتوا ثقال ما عدكم عزوبية أنتوا خفاف عدكم تجارة أنتوا ثقال ما عدكم تجارة وعمل أنتوا خفاف كل هالمعاني عشر معاني شفت اليوم في التفاصيل كلها مصحيحة يعني أي حالة عدكم لازم تنفرون تتركون أعمالكم ترحون ما عدكم عالوا تعالوا روحوا عدكم مؤونة أيضا لأنه قلنا الجيش الإسلامي مو جيش نظامي الدولة تعطيه حتى أكله لازم هو يجيبه فرسه هو يجيب السيف هو يجيب كل شي هو ويخلي فلوس لعياله أيضا لأن الدولة متأمن تقول أنت هذا واجب لازم تجون وجاهدوا بأموالكم عدكم فلوس يعطوا فلوس لللي ما عنده وأنفسكم أرواحكم وين في سبيل الله ذلكم خير لكم خير لكم في الدنيا لأن بعد هجوم من الروم ما يصير على المدينة خير لكم في الآخرة تحصدون جنة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يحتاج إلى علم وتدبر بعدين الله يستهزئ بهم بالمنافقين يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يا رسول الله هذول المنافقين إذا كان في العرض قريب يعني في منفع قريبة بها غنائم وقريبة يعني بر المدينة بكم كيلومتر مو ستمية وعشر كيلومترات ستمية وعشر كيلومترات في حر الصيف رازم يرحون يوصلون إلى تبوك صعبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني بها قصد بها منفعة لاتبعوك كانوا يجيون إياك ويحصلون في الغنيمة ولكن بعدت عليهم الشقة الطريق بعيد ستمية وعشر كيلومترات إلى تبوك وسيحلفون بالله منو يحلف المنافقون يعني فكركم هنا يعني وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم شاء يجون عند النبي ذول المنافقين يحلفون بالله والله يا رسول الله إذا كنا نقدر كنا نجي وياك بس عيالنا تجارتنا خضاياننا عندنا مريض عندنا مشكلة بالبيت الزوجة الثانية متخلي مثلا وسيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يعني بالنتجة هلاك ليش لأنه لم يأتمروا بأوامر الله والله يعلم إنهم لكاذبون هذا الحلف والقسم كل جذب حتى إذا حلفوا بعدين هنا أنا أحتاج إلى مقدمة أيضا إجوا قسم من الناس من المنافقين قالوا يا رسول الله لأن هذه بها مشكلة هذه الآية صاير حد شي في بعض الكتب مع الأسف ما فهم من شنو بس الشيعة فهمه لأن عندهم أئمة إجوا عند الرسول قالوا نستأذن منك شوفوا هو قسم ينصار قسم إن دفير العام لمن يجي بعد ماكو أنه يجي يستأذن ما يستأذن أطلع وياك ما أطلع اللي عنده استطاعة مالية عنده فرس عنده سيف عنده شوية أكل لازم يطلع ويخلي عياله وأهله وين في المدينة الصغار ما عليهم جهات النساء ما عليهم جهات المرضى ما عليهم جهات العميان ما عليهم جهات الإنسان الأعرج ما عليهم جهات وهكذا استثناءاته هواي بها بل اللي يستطيع لازم يجي استئذان يريد بعد استئذان ماكو هذول بعض المنافقين قالوا خلنسوي حيلة نجي إلى الرسول نقنع نستأذن منه بعدين نحكي في المجتمعات الدواوين أنه احنا ترى أخذنا إذن من الرسول ها احنا ما اجينا لأنه الرسول أعطانا إذن ورخصة وبالفعل اجوا ومعروفة الأشخاص قبيلة كندة قبيلة ما شاء الآن ما اذكر أنا أقرأ التاريخ وأنسى الأسماء اجوا الرسول لم قال ما يخال يدري هذا انتبهوا إلى هذه النقطة يدري هذول إذا اجوا ويا في الجيش يخربون الجيش أيضا من هالناحية يخربون نفسية المجاهدين الأصليين يبثون سمومهم قال خلل تحملهم ما يدون يجون لا يجون فأذن فأذن لهم ما كانوا يجون ما كانوا يجون إذا ما اجوا ينفضح أمرهم عند الناس يعرفون هذا منافق هذا منافق هذا منافق هذا منافق شوف المعادلة شلون بس نرجع إلى الآية عفى الله عنك أول شي الله يقول يا رسول أيها الرسول الله ترى عفى عنك ولكن فدع عتاب عندي عليك الله يقول للرسول شنو العتاب لماذا أذنت لهم ليش يطيتهم إذن الرسول طبعا عنده إجازة يعطي إذن ليش لأنه هو القائد بأمر الله وعنده إجازة المنافق ويريد يجي خلي يجي بس ليش لماذا أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا لك يعني للمسلمين طبعا الرسول هو يدري حتى يفتضح أمرهم يعني إذا ما كنت تأذن لهم كان يفتضح أمرهم أكثر الآن أنت أخذت إذن وتعلم الكاذبين الناس رح يعلمون من الكذاب هذا نوع من العتاب الذي أحد التفاصيل اليوم شفت المشفوع يعني قبل بالعفو يعني أول شنو يقول أول شي حتى لا يتهم الرسول يقول عفو الله عنك يعني نحن راض بس هذا التخطيط إذا كنت نخليه إلى أن هم يطلعون كذابين كان أحسن واضح طيب الاستئذان ليش أصلا ليش يجون تستأذنوك لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اللي يؤمن بالله ويؤمن بالقيامة والجنة والنار بعد ما يجي يستأذن يروح للنفير يروح إلى تبوك لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم مثل واحد يجي يقول للمرجع يقول أصلي أو ما أصلي والصلاة واجبة عن شنو تأخذ إذن الجهاد مثل الصلاة جهاد جاي المؤتئ وتبوك وقضايا شرحناها أول الليلة أول التفسير بعد ما يحتاج إلى إذن المؤمن المخلص لا يستأذن في واجباته من أحد أوامر موجودة بعد لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتق الله يدري من المتقي ومن المنافق من الذي يستأذن إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هذا جدا قوية يعني المنافق لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر هذا وصمة عار عليهم إحنا شاء لن من إنما يستأذنك لأن هذا الذي يجي يريد يقل عن النبي بحيلة بقسم بحلف حتى يأخذ منه رخص حتى لا يجي هذا منافق معناها لا يؤمن بالله واليوم الآخر إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باليوم الآخر وارتابت قلوبهم أكو ريب في قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يجي للصلاة سبعين نقرب وقت انتهى يجي للصلاة وهم كسالة بالقوة يجي حتى يظهر نفسه رياء عنده هاي الأمور كانت عجيبة في تلك الفترة والناس على وشك الذهاب إلى تبوك خل يوم شو نعود احنا نقرأ قصص تاريخية او يجب ان نطبقها على عصرنا دائما نقول القرآن حي نابض كأنه نزل للتو من السماء لنراجع انفسنا وقلوبنا وآراءنا وهممنا ومشاريعنا وخيراتنا كل شيء وصلاتنا وصيامنا ونفقاتنا هل كل هذا في سبيل الله بإخلاص ام لا سمح الله لا سمح الله بحالة من النفاق استجيروا من الله والنفاق على اشكال النفاق بين الصديق والصديق ميصير يظهر حبه ويغتاب وراءه خلفه يصادقه في الظاهر ويعاديه في الباطن وهكذا النفاق اشكال البارحة قلنا من اسباب ارتفاع النفاق عن قلوب المسلمين عن قلوب المؤمنين قرأنا رواية الآن اكررها طبعا مو بس هذه الرواية الرازي يرداد الى قرار يرداد الى معالجة نفسية مع انفسنا بس هذا متساعد شنو قلنا البارحة من الاشياء التي تذهب النفاق عن القلب رفع الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى الله محمد وآل محمد اعجل فرجهم وعن عداءهم اما الموعظة الاخيرة عن ابن مهران شخص اسمه ابن مهران قال كنت جالسا عند مولاي الحسين ابن علي صلوات الله عليهما على الولد والوالد فأتاه رجل فالرجال اجي عند الامام الحسين فقال يا ابن رسول الله ان فلانا ما يجي باسمه فلان شخص له علي مال يعني يطلبني مال وانا ما عندي انطي له علي مال ويريد ان يحبسني مثل اليوم مثل العصر ما عنده يروح يشتكي عند الشرطة طبيعا حق بعد ذاك اليوم نفس الشيء والحسين وين سلام الله عليه يعيش في يمه الامويين بعد ان فلانا له علي مال يريد ان يحبسني فقال عليه السلام والله ما عندي مال اقضي عنك هذه البيت كرة ماء اسأل الآن ما عندي فلوس حتى اجي اقضي عنك قال الشخص قال للحسين عليه السلام فكلمه رح احشوا اياه احشوا منه وياه واحد طاغوت قال عليه السلام فليس لي به انس يعني ما عندي ارتباط اياه ما عندي علاقة ودية معه ما عرف مثلا يعني ما عندي روح وجي وياه يمكن اذا اروح تصير اخانة يعني ولكن من بقية الرواية انا افهمت اقرأ بقية الرواية افهمت انه مع انه ما كان عند علاقة راح بس ما وارد بال رواية ولكن الامام الحسين يقول ولكن سمعت ابي امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه والمساء سأل الان الحسين ينقل عن ابي امير المؤمنين امير المؤمنين ينقل عن رسول الله يقول رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعليه من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله نحن بعض الأوقات نفكر أن الصلاة المستحبة جداً مهمة وهي مهمة طرح جداً مهمة بس قضاء حاجة مؤمن عند الله أفضل من تسعة آلاف تسعة آلاف سنة يعبد الإنسان ربه صيام وقيام الليل ونهار في عبادة ما يساوي قضاء حاجة مؤمن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أحسن عواقبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا كثير من الناس لمن أصعد المنبر أتذكرهم والآن بعض الإخوة دخلوا توانا أتذكر آباءهم أتذكر أعمامهم أتذكر اللي كانوا يحضرون في هذا المجلس قبل 33 سنة أو أكثر ذهبوا إلى ربهم الغفور الرحيم نترحم عليهم ونسأل لهم من الله سبحانه المغفرة وشفاعة أهل البيت إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجه ترجمة نانسي قنقر